بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله حلقة جديدة من برنامج كيف نقرأ القرآن ومع الصفحة الخامسة وفيها نتدرب على قوله تبارك وتعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها وأيضا عندنا ملاحظات وتدريبات أخرى مهمة ولكن دعونا أولا نستمع إلى التلاوة ثم نعود إليكم فابقوا معنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم أول ملاحظة لدينا في هذه الصفحة هو كلمة مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة إذن ننتبه إلى تخليص الحروف فعندنا الميم مرققة الطاء مفخمة الهاء مرققة الراء مفخمة والتاء أيضا مرققة إذن تناول بين المفخم والمرققة فلابد لنا من أن ننتبه وخاصة إلى الهاء فالهاء يكتنفها حرفان مفخمان الطاء والراء وأيضا عندما نقف على التاء المربوطة فأيضا نقف على هاء ساكنة فلابد لنا من تخليصها إذن لنتدرب معا ولهم فيها أزواج مطهرة مطهرة هكذا مطهرة بهذه الطريقة عندنا أيضا قوله تبارك وتعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها هنا في هذه الكلمة لا يستحيي عندنا الحاء ساكنة وبعدها ياء مكسورة وبعد الياء المكسورة أيضا ياء ساكنة ياء مدية فكثيرا ما يخطئ الناس في تلاوة هذه الكلمة في قراءتها فيقولون لا يستحيي فيكسرون الحاء في حين أن الحاء ساكنة فحتى نضبط هذه الكلمة بشكل صحيح لا بد لنا من أن نركز بداية على الحاء الساكنة هكذا لا يستح ثم ننطق الياءين لا يستح يي هكذا ولاحظوا هنا أيضا عندنا مد جائز منفصل الياء جاءت الياء المدية جاءت آخر الكلمة الأولى والهمزة في أول الكلمة الثانية إذن نركز على الحاء أولا ثم ننطق الياءين وبعدها نمد مد جائز منفصل مقداره أربع أو خمس حركات هكذا لا يستح ي أن لا يستح ي أن إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا نعم وهنا عندنا ملاحظة مهمة تتعلق بالوقف اللازم على قوله تبارك وتعالى وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا وهنا تلاحظون الميمة الصغيرة فوق كلمة مثلا ثم نتابع نقف ثم نتابع يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا هكذا فالوقف اللازم عند جمهور القراء إخوتي الكرام هو من أنواع الوقف التام وقال العلماء فيما يتعلق بالوقف اللازم قالوا هو ما قد يوهم خلاف المراد إذا وصل بما بعده وقال بعضهم هو ما لو وصل طرفاه أوهم معنا غير المراد إذا هنا لو وصلنا لو وصل القارئ وهذا خطأ وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا لصار ما بعد الوقف صفة لما قبله وهذا لا يصح فليس بصفة إذن لابد لنفصل المعاني بعضها عن بعض لابد لنا من أن نقف لكمال التلاوة وهذا اللزوم هو لزوم اصطلاحي يعني اصطلحه المجودون فيعني لكمال التلاوة يلزم على القارئ أن يقف في هذا الموضع وما شابهه وهذه الميم هي علامة على لزوم الوقف وعندنا ميم أخرى في هذه الصفحة لكن شكل هذه الميم مختلف هذه الميم تسمى ميما عكازية لأن شكلها يشبه العكاز وهذه الميم تدل على قلب النون الساكنة أو التنوين قلبهما يعني ميما عند الباء فإذا جاءت النون الساكنة أو جاء التنوين وبعده الباء صار لدينا حكما من أحكام النون الساكنة أو التنوين هو حكم القلب أو الإقلاب لا فرق فنقرأ هذا المثال بهذه الطريقة من بعد من بعد هكذا يعني الأحد يقول من بعد فهذا فيه ثقل فيه صعوبة إنما نقول من بعد من بعد هكذا نعم إذن نميز بين الميم السابقة التي دلت على لزوم الوقف وبين هذه الميم العكازية والتي تدل على الإقلاب أو القلب وعندنا أيضا ملاحظة جديدة تتعلق بقوله تبارك وتعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فهنا عندنا ملاحظتين الملاحظة الأولى تتعلق بالإضغام والإضغام والملاحظة الثانية تتعلق بالضاد بالنسبة للإضغام هنا عندنا إضغام بغنى وهذا الإضغام ناقص فلابد لنا من أن نسمع صوتين الصوت الأول هو صوت الياء وأما الصوت الثاني هو صوت الغنة المرافقة لها فنحن نسمع صوت الياء يخرج من الفم ومعه وبنفس الوقت يخرج صوت الغنة من الخيشوم هكذا أيضا نسكن الضاد ولا نقلقلها فالضاد حرف رخب وفيه الاستطالة والضاد أيضا ليس من الحروف القلقلة فلا نقول يضرب لا يصح إنما نقول يضرب إذن نقرأ هذا المثال ونركز كما ذكرنا على الإضغام بغنى وننتبه إلى الضاد إذن أن يضرب أن يضرب مثلا أن يضرب مثلا نعم وفي الفقرة الأخيرة وفي الفقرة الأخيرة عندنا تدريب على الوقف أيضا فكيف نقف اضطرارا أو اختبارا على الكلمات التالية كما ذكرنا في لقاءات سابقة بأننا لا نتعمد الوقف في هذه المواضع إنما نذكرها الآن وسنذكرها لاحقا من باب التمرن والتدرب هكذا نعم فقوله تبارك وتعالى يضل لاحظوا عندما نريد أن نقف هنا سنقف على لا من مشددة فحتى نخبر السامع بأن هذا الحرف الذي وقفنا عليه هو حرف مشدد وحتى لا يسقط من نطقنا حرف في حين عندما نقف يعني عندما نقف على حرف ساكن فلابد لنا من النبر هكذا فنقول يضل فنقول بهذا الشكل يضل ولا نقول يضل لاحظوا الفرق عندما نقول يضل ننتقل بقوة من الضاد إلى اللام وهذا ما يسمى بالنبر ولا ننتقل بشكل ضعيف فيتوهى مستامع وكأن حرفا سقط من نطقنا هكذا يضل يضل هكذا لا يصح إنما ننتقل بقوة كما ذكرنا من الضاد إلى اللام يضل نعم أيضا عندنا الوقف على الهمزة المتطرفة فعندنا مد وبعده همزة متطرفة أيضا يلزمنا هنا النبر لأننا لو لم ننبر فلا صار صوت الهمزة ضعيفا فنحن ننتقل من الألف المدية في آخر الكلمة إلى الهمزة فلابد لنا هنا من النبر فنقرأ بهذا الشكل السماء إذا نقف على همزة ساكنة والهمزة الساكنة تخرج من قفال أو بانطباق الوترين الصوتيين فلو لم نقم بالنبر لن قطع صوت المد فجأة هكذا فالبعض ينطق خطأا بهذا الشكل السماء وهذا لا يصح إنما لابد لنا من النبر وهو أن ننتقل بقوة كما ذكرنا من الحرف قبل الأخير إلى الحرف الأخير بهذا الشكل السماء أعيد السماء نعم أيضا قوله تبارك وتعالى سبعة سبعة إذا سنقف هنا على عين ساكنة هذه العين هي بينية وقبلها باء مقلقلة فيجب أن نعطيها الباء حقها من القلقلة والعين حقها أيضا من البينية سبعة سبعة لاحظوا سبعة بهذا الشكل نعيد سبعة نعم أيضا قوله تبارك وتعالى شيء شيء هذه الياء التي ترونها هي ياء ساكنة وقبلها مفتوح فهذه ليست بياء مدية إنما هي ياء لينية وإذا جاء بعدها حرف ساكن ووقفنا عليه فيصبح المد هنا مد لين وذات الأمر سنقف على همزة متطرفة فلا بد لنا أيضا من النبر بهذا الشكل فنقول شيء طبعا نحن نختار بنسبة للين إما أن مده حركتين أو أربع أو خمس حركتين أو أربع أو ست حركات نعم إذن نركز مرة أخرى على النبر ننتقل بقوة من الياء هنا إلى الهمزة شيء شيء بهذا الشكل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وفي الختام لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وكذلك فعلوا الجرس حتى تصلكم الدروس أولا بأول كما أسعد بتلقي آرائكم ومقترحاتكم في التعليقات والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر